يبدأ في الميناء مع البنوتة الصغيرة دي واسمها ميرابل كانت قاعدة بتتكلم مع جدتها واللي كانت بتحكيلها عن قصة حياتها وان هي زماني جاوزت جدها وخلفت بنتين وولد كانوا عايشين كلهم سعدة وده لحد ما جاء اليوم المشؤول اللي مرة واحدة وظهر لصوص وحرمية في كل مكان بيتطر كل اللي كانوا موجودين في المدينة ان هما يهربوا من المكان ده لكن اللصوص دول ما سابهمش في حالهم وفضلوا ان هما يترضوهم بيحاول جزء سعيدها ان هو يدفع عنه لكن اللصوص بيقتلوه جدتها بتبقى مأهورة على جزء اللي مات وسعيدها الشامعة اللي كانت معاها بتتحول لشامعة سحرية بتقضي قوتها السحرية على الجماعة اللصوص اللي كانوا بيترضوه وبعدها نورها بيتكون وما بيتطفيش ابدا واول حاجة بتساعدها فيها ان هي بتعمل لها بيت كبير علشان تعيش فيه هي واولاد البيت كله كان عبارة عن سحر بتاع الشامعة وبيعمل لكل واحد من عيالها اول ما بيكبروا قوضة مخصوصة ليه ولما بيكمل كل واحد فيهم عشر سنين بيجيلوا قوة سحرية خاصة بيه من الشامعة المفروض ان مرابل هي كمان هتوصل لعشر سنين وبتسأل جدتها ساعتها هي ايه القوة السحرية اللي هتجيلها جدتها بتقول لها اكيد حاجة مميزة زي بقية افراد علتنا بعدها بنشوف الباب السحري بتاع قوضة مرابل اول ما كمنت عشر سنين مفروض ان هي لما تدخل من الباب ده هتتكون قووتها السحرية الجديدة ساعة ما مرابل بتقرب من الباب الباب ساعتها بيختفي وواضح كده ان هي ما بيجبقاش عندها اي قوة سحرية بتعدي بعدها السنين ومرابل كبرت وبقت شابة جميلة بنشوفها وهي بتتنطط وبتغني في البيت اليوم النهاردة كان عندهم يوم مميز وده لان بدخلتها انطونيو كمل هو كمان عشر سنين اليوم ده وده المعادل اللي هيوقف فيه قدام الباب علشان يعرف قووته السحرية مرابل بتخرج بره البيت وبتمشي وواضح ان هي كانت محبوبة من الناس كلها الاطفال بتسألها عن قوتها السحرية وكوة قيلتها كلها مرابل بتقول لهم ان نموتها عندها القوة السحرية في الاكل واللي بتقدر بوصفات الاكل بتاعتها ان هي تعالج المرض اما خليتها بقى فبتتحكم في الطقس وخالها برونو بيقرف ان هو يشوف المستقبل لكن الكلام ده لما كان موجود دلوقتي هو مختفي ومحدش يعرف عن مكانه اي حاجة اما بقى باباها وجوز خليتها دول ما عندهمش اي قوة سحباية وده لانهم انضموا للعيلة عن طريق جوازهم منهم بنت خليتها بقى بتقدر تسمع الاصوات من بعيد جدا واخوها بيقدر ان هو يغير شكله لأي شكل هو عايزه اما بقى السغنون انتونيو لسه هنعرف ان عارضة قووته السحرية ايه لما يوقف قدام الباب اما بقى اذا بيلاك كبيرة بتقدر ان هي تزرع الازهار وتعمل النباتات في كل مكان والويسا بقى ودي البطلة بتاعت البيت واللي كانت عندها قوة خارقة بس ميرابل بتتهرب من الاطفال ساعة ما بيسألوها عن قووتها هي تسحرية ساعتها اختها دولارس اللي بتسمع من بعيد بتسمعهم وبتقولهم ان هي ما عندهاش اي قوة سحرية بتزعى للاطفال ان هي ما عندهاش اي قوة سحرية لكن ميرابل بتقولهم ما تتضايقوش انا نفسي مش متضايقة لان انا شايفت ان انا مميزة بطريقتين خاصة بتروح ميرابل بعد كده علشان تساعد عليتها في تحضير الحفلة بتاعت انتونيو جدتها بتقولها حاول ان انت بتساعدينيش في اي حاجة وما تظهريش كتير النهاردة وده لانها خايفة يحصل لانتونيو زي ما حصل ليها ميرابل بتخش روضتها واللي واضح ان هي ما كانتش سحرية زي باية الاول وكانت زعلانة من اللي جدتها قلت تقولها بتخش بتلاقي ان انتونيو خايف ومستخبي تحت السرير بتاعها ميرابل بتقوله ما تخافش كده كده اليوم هيعد في اخر اليوم هتجده قوة السحرية انتونيو بيقول لها انا خايف ان يحصل لي زي ما حصل لي ويظهر ان انا ما عنديش اي قوة سحرية ميرابل بتقوله ما تقلقش حتى لو ما ظهرت لكش قوة سحرية في البيت انت ممكن تقش في قوة عدية زي بتاعك بالليل بتبدأ الحفلة والمدينة كلها بتتجمع عندهم والبيت السحري كان مواضح ان هو بيساعد الايلة علشان تعمل اي حاجة بتيجي اللحظة لحاسمع وانتونيو بيقف قدام الباب واول ما بيمسكه بيجي طائر وبيقف على دراعه انتونيو بقدر ان هو يتكلم مع الطائر بتطلع عندي قوة السحرية وان هو هيقدر يتكلم مع الحيوانات وبيتفتح له القوة السحرية وبيخشها انتونيو وكمان معاه عائلته وباقية المدينة وبتبقى مليانة حيوانات من اللي هو يقدر ان هو يتكلمها ويتحكم فيها العيلة كلها بتفرح بانتونيو وكلهم بيتجمعوا علشان ياخدوا صورة اسكرية في اليوم المهم ده لكن ولا واحد منهم بيفتكر ان هو ينادي الميرابل علشان تتصور معاه الميرابل طبعا بتبقى حزينة لانها بدأت تحس ان هي مش واحدة من العيلة بتسيبهم ميرابل وبتنزل وهي متضايق لكنها فجأة مرة واحدة بتلاقي ان ارضية البيت بدأت ان هي تتشقق كمان ايديها بتتعور من الطوب اللي كانت تقص وبتلاحظ ساعتها ان الشامعة السحرية اللي عامل لهم كل حاجة نورها بدأ ان هو يقل بتجري بسرعة على جدتها وبتقول العيلة كلها على اللي حصل لكن لما جدتها بتروح هناك بتلاقي ان الدنيا طبيعية جدا ومفيش اي حاجة من اللي هي عالتها بتحصل بتتدقي العيلة كلها منها لانهم بيفكروا ان هي غيرانة من اليوم بتاع انتونيو عايزة بوز الحفلة بتاعته الميرابل بعدها بتتكلم مع عمامتها واللي بتقول لها ان هي تعبد في التجهيزات المهار وان ممكن تقول اللي هي شافته دوا ان يبقى تهيقات بسبب الارحاق بتاعها ميرابل بتقول لها هي فعلا ممكن تكون تهيقات لو تهيقات ايدي هتتتعور ازاي منها مامتها بتعمل لها وصفة من اكلاتها السحرية علشان تشفيلها اديه وبتروح بعدها ميرابل علشان تنام لكنها بتشوف البيت التاني وهو بيتضم ساعتها ميرابل بتكرر ان هي تروح للشباك بتاع جدتها اللي فيه الشامعة السحرية بتلاحظ فعلا ان النورها بدأ ان هو يقل وبتشوف ساعتها جدتها وهي بتفتح صورة جزءها وبتبدأ ان هي تتكلم معاها بتسمع وهي بتقول له ان البيت بدأ ينحر عليهم وان المعجزة اللي عملتها لهم الشامعة بدأت ان هي تروح وبتقول ان هي مش فاهمة كل اي ده بيحصل ليه وان هي نفسها في اي طريقة تقدر تنخذ بيها البيت والعيلة التاني يوم بتروح لوقتها ديلة الرسول تسألها اذا كانت سمعت اي كلام في البيت عن اختفاء السحر بتقول لها فعلا ان اسمعت الويسا وهي كانت بتتكلم بالليل كانت بتقول ان قوتها ضعفت وما بقتش قوية اوي زي الاول ميرابل بتروح ساعتها للويسا على طول وبتحاول ان هي تتكلم معاها جدتها بتقطع كلامهم وبتعني ان هي هتجوز ايزابيلا للشاب اللي كان معجب بيها في الحفلة بعدما الفطر بيخلص ميرابل بتفضل مرأة بالويسا وبتمشي وراها لويسا كانت قوية جدا ودرجة ان هي بتعدي البيت ميل وهي في طريقها وكانت شايلها ثلاث حمير مرة واحدة ميرابل بتتكلم مع الويسا بتقول لها اذا كانت سمعت اي حاجة عن زوال السحر الويسا بتقول لها الكلام ده نسمعت وانا نظاه يرى وده عن طريق خالق اللي اختفى واللي كان بيقدر ان هو يشوف المستقبل وان خالق برونو زمان شاف ان السحر في خطر وان هو هيزور من البيت ده وبتعرفها ساعتها ان هي لو عايزة تعرف الحقيقة كلها تروح لقودة خالها برونو اللي مقفولها من ساعة ما هو اختفى فعلا ميرابل بترجع البيت وبتسحب للقودة اللي محدش كان بيدخلها من السنين القودة كان شكلها غريب جدا بتقعد تتمشى فيها وبتطلع سلم كان عالي وبتلاقي من محاضر وبتستخدم حبل علشان تنطي الناحية الثانية وبتخش في مكان ظلمة وبتلاقي قطعة خضرة من غورة كده متفسرة بتجمع القطع ديان وبتتفاجئ لما بيكون شكلها مرسومة على القطع دي اول ما بتشوف شكلها بيبدأ المكان ان هو يتضمر عليها بتاخد ميرابل القطع بسرعة وبتخرج من القودة قبل ما تقع في قدمعها لما بتخرج من القودة بتلاقي جدتها قدامها وبتسألها هي كانت فين لكن ما بتلحقش ترد عليها لان لويسا بتيجي تقطعه وبتقول لي جدتها ان قوتها بدأت تقل والسحن بتاعها بدأت يروح ميرابل بعدها بتروح تتكلم مع خليتها علشان تسألها على خالها برونو خالتها وجوز خالتها بيقول لها برونو خالج دوا كانت كل التنبؤات بتاعته شوق وكانت كلها بتحصل بيقول لها خالج كان متضايق جدا لان كل التنبؤات بتاعته كانت شوق علشان كده هو مختفي من ساعاته بيجهزوا بعدها المكان علشان الشاب اللي كان جاي يخطو ازابيلا بتروح ميرابل على القودة بتاعتها وبتطلع القطع اللي هي لقيتها وبتحاول ان هي تجمعها كلها مع بعض بيتفاجئ ان دي عبارة عن صورة ليها وهي وقفة قدام البيت وهو متضمر فاجأة باباها بيدخل عليها قودتها وبيشوف الصورة اللي هي مكوناها دي وبتصدم هو كمان بياخد منها القطع وبيلمها بسرعة وبيطلب منها النهاية ما تقولش لأي حد على اللي حصل ده والنهاية كمان ما تجيبش سيرة اس ما خالها دون قدام جدتها خالق لكن ديلرس اللي عندها سمع خارج بتسمعهم من بعيد وبتنزل بسرعة وبتقول لأخوها كميل والبيت بيبدأ ان هو يتضمر وهم قاعدين مع الشاب اللي جاي يخطو بإزابيلا والسحر بتاعهم بدأ ان هو يقل وإزابيلا بتخبط العريس بالظهور بتاعتها من غير ما تاخد بالها بيمشي العريس وبتجمع اهل المدينة علشان يسألوهم عن السحر اللي بدأ يروح من علاته والجيد ده بتطلع تطمنهم وبتقول لهم ان كل حاجة كويسة وهتبقى تمام مرة بالوهية واقفة بتشوف مجموعة من الفرام بتاخد القطع اللي هي كتلاقيتها وبتجري بيها بتفضل ماشي وراهم بترائبهم لحد ما بتشوفهم وهم داخلين ورسور عمو بتدخل وراهم في المكان اللي بيطلع مخبأ سري بتفضل ماشي في المكان دون لحد ما كانت هتوعى في فخر لكن بخالها برونو بيجي وبينقذها على اخر لحظة بخالها برونو بيعرفها ان هو ساب القطع بتاعته فعلا من سنين لكنه كل السنين دي كان قاعد في البيت معاه مرابل ما كانش هميمها كل ده قدم هميمها تعرف ايه حوارة الصورة اللي هي فيها والبيت وراها وهو متضمن بيحكي لها بخالها برونو ايه اللي حصل وده في اليوم اللي كانت بتحصل فيه على قوتها السحرية وان جدتها كتلقان عليها جلد جاتلي يوميها وطلبت منه ان هو يشوف المستقبل بتاعها وان الصورة الخضرة دي كانت الرؤية بتاعته اللي هو شافها وشاف فيها ان البيت بيانهار لكنه بيقول لها ان الرؤية كان لها اتجاهين لو بسط لها من جنب هتلاقي ان هي من البيت متضمر فيها ولو من الجنب التاني هتلاقيه سليم مرابل بتطلب منه ان هو يشوف لها الرؤية مرة تانية بيقول لها ان هو محتاج مكان واسق وفاضي علشان يضر يعمل كده وساعتها بيظهر انتونيو واللي كانت الحيوانات بتاعته سمعتهم وراحت بلغته باللي بيحصل كله بيقول لهم ان قطته واسعة جدا زي الغابة ان هم يقدروا يروحوا معاه علشان يقدروا يشوف رؤيته هناك الرؤية ما كانتش بتغيره كتير وكانت نفس رؤية اللي هو شافها زماني لكن المرة دي انا ما اقطعش الرؤية بدري وصل لاخرها واللي كان فيها فراشة كانت رايحة لناحية اتجاه الشمعة ويتشوفوا ان الشمعة نوارت تاني ونوارت كمان بزيادة ومرابل كانت واحدة قدامها وهي بتحضن اختها ازابيلا مرابل ما كانتش بصدق اللي هي شافته لانها ما كانتش بتحب ازابيلا خالص لانها كانت مغرورة لكن خالها بيقول لها انت دلوقتي انقاذ البيت كله والسح مرابلة بتيجي على نفسها وبتروح لازابيلا قضيتها واللي كانت مليانة ورود كتير بتحاول مرابل تعمل اي حاجة علشان تقدر انها تحضنها في الااخت لكن ازابيلا بتتعصب عليها وبتطردها من قضيتها مرابلة بتقرد عليها تساعدها علشان ترجع للشاب اللي بتحبه لكنها بتزعى وبتقولها ان هي اصلا ما كانتش بتحبه ولما ازابيلا بتتعصب قوي كده بيطلع نور من الصبار وهي بتفرح بيه لانها كانت مفكرة ان هي بتطلع ظهوره بس بيفضلوا بعد كده يغنوا ويرقصوا وكانوا فرحانين جدا مع بعض لحد ما بيوصلوا قدام الشمعة وبيحضنوا بعض وفعلا نورها بيزيد لكن بعدها مرابل بتتكلم مع جدتها واللي كانت زعلانة منها وبتزعق لها لان هي السبب في زوال السحر من البيت بتقول لها جدتها جملة صعبة قوي وبتقول لها مش معنى ان انتي مغلكيش صح ان انتي تبوازي حياتنا كلنا بس المرة دي هي متسكتش لجدتها وبتتكلم معها بصراحة وبتقول لها ان كل اللي في البيت شغالين وباكتر من طائدهم لكن انتي دايما شايفان ان احنا مقصرين وان انا شايفة ان السحر والمعجزة دول كلهم بيموتوا بسبب كنتي بعد ما بيخلصوا الخناء دي بنلاقي ان البيت كله بيوع عليهم وبيتهد ومرابل بتحاول ان هي توصل للشمعة بسرعة علشان تحميها لكنها ما بتلحقاش والشمعة بتنطفي والبيت كله بيتهدى عليهم بتزعل طبعا من اللي حصل ده وبتسبق ايتها وبتمشي لانها بتحس ان هي السبب وبتفضل لقيلة بتدور عليها في الغابة لكنه ما بيلاقوهاش واللي بيقدر يوصلها في الاخر كانت جدتها ومرابل اول ما بتشوف جدتها بتعتذر لها جدتها بتقول لها ان المكان اللي انتي قاعدة فيه ده هو اللي حصلت لنا في المعجزة وهنا جدك مات وهو بيدافع عننا بتقعد جدتها تفتكر كل اللي حصل لها وبتعرف ساعتها ان هي فعلا زودتها وان هي فقط بصرتها في الوقت ده وان المعجزة الحقيقية فيهم هم كبني ادمين بتقول ل مرابل ان هي فعلا السبب في اللي حصل ده وهي بتتكلم مرابل بتشوف الفراشة اللي هي شافتها في الرؤية بتاعت خالها بتمسك ايت جدتها وبتقول لها ان عارفة ان انتي عانيت كتير في حياتك وده لما خسرتي بيتك اول حاجة وطلعت تجري من الوصول وان انتي اكيد كنت خايفة جدا ان يحصل لك نفس اللي حصل ده تاني وتفكري بيتك الجديد وان اكيد المعجزة دي كلها حصلت بسبب كنت جدتها بتقول لها ان هي طلبت من جوزها ان هو سعيدة لكنه بعتليها مرابل علشان هي اللي تسعيدها بيحضنوا بعض والفراشات بتظهر عليهم من كل مكان وبعدها بيظهر خالها برونو كان جاي علشان يقول للجدة ان هو السبب مش باربيلا في اللي حصل ده لكن مامته اول ما بتشوفه بتاخدوا بالخط وكمبانت ساعتها قد ايه هي بتحبه وبعد كده بيركابوا الحصان هم التلاتة وبيرجعوا تاني عن مكان بتاع البيت عند العيلة قرروا ان هم ومساعدة اهل القرية ان هم يبدوا البيت التاني بيديهم ولما بيخلصوا البنى بيعملوا ايد لمربيلا للباب علشان هي اللي تفتحه وده علشان يعوضوها ان هي زمان مجلهاش باب وبيتفاجئوا بعدها ان مربلا اول ما بتحط اليد بتاعت الباب وبتفتح بيظهر السحر المرة تانية وبيرجع البيت والمكان كله سحري زي مكان وكل واحد فيهم رجعت له قيوته السحرية مرة تانية واقوى من الاول كمان ونعرف ساعتها أن قوة ميروبيل السحرية كانت قلبها الموقف والذي كان هو الهدية